نظامة الحملة الرسمية لمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي مؤتمرها الأول مبارح بمشاركة متنوعة من رؤساء أحزاب وخبراء وشخصيات عامة وسياسيين وكيانات شبابية وفنانين ورياضيين فضلا عن كتاب الصحفيين والمتقفين ورجال الدين والقبائل العربية وحتى المواطنين وبمشاركة فعالة من وسائل الأعلام سواء المحلية أو الأجنبية المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشاره القانوني قال في مؤتمر تدشين الحملة الانتخابية أن الحملة نجحت في جمع مليون ومية وتلاتين ألف ومية وخمسة تأييد منها سبعمية اتنين وخمسين ألف وربعمية تمانية وتلاتين من الإناث وثلتمية سبع وسبعين ألف وستمية سبع وسبعين من الزكور وكمان بلغت تزكيات أعضاء مجلس النواب ربعمية أربعة وعشرين تزكية منها تلاتة وخمسين مستقلين وتلتمية واحد وسبعين حزبيين منهم مية وستة سيدات وستة وسبعين نائب من الشباب وأضاف أنه تم تقديم ملف الترشح والتوكيلات اللي حررها المواطنين إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ترجمة نانسي قنقر